بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم خلصنا ال VPN والنهاردة ان شاء الله هنبدأ مع موضوعه جديد هو Securing Layer to Technology هنحن نتكلم عن ازاي Secure LAN أو Local LAN في الاول طبعا هنا هتلاقي في الكتاب عمل لك شوية review على بعض الحاجات اللي انت خدتها في CCNA يعود يشرح لك يعني ايه VLAN يعني ايه VLAN ان انا بقسم النتورك او اللان الواحدة بقسمها الاكتر من virtual LAN زي بالحالة اللي اختبت بقسم ال Broadcast Domain الواحد الاكتر من Broadcast Domain طبعا عارفوا انه كل البروتات هي Assigned لدفولت VLAN ازاي كالت VLAN جديدة مثلا اوليكم VLAN 10 حاولوا VLAN ووديلوا رقم VLAN عشان اربط انترفيس بVLAN معينة والاول هكونفجر الانترفيس ده كاكسس انترفيس اجعل انترفيس مثلا ان يكون F01 واربط بالVLAN 10 بام سويتش بورت اكسس انترفيس علشان اشوف بريف انفوميشن عن الVLANs اللي عندي بقولوا شو VLAN معينة برقم معينة اولو شو VLAN ID 10 لو انت عملها بالنام تقولوا شو VLAN name وتدلوا اسم الVLAN انترفيس 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 F01 سويتش بورت الترانكينج ب 802.2 كيوم طبعا هو ده البروتوكول طبعا هو ده الستاندرد البروتوكول للتاجينج عند الفريمة تمشي بين فالسويتش لازم يبلغ السويتش اللي بعضه الفريم دي تابع انه VLAN فلازم يتاج او يرقم الباكت دي او الفريم دي عشان يعرف السويتش التاني الفريم دي تابع انه VLAN البروتوكولات اللي ممكن تعمل لكده اللي هو الستاندرد طبعه باجى على الانترفيس او حتى انترفيس range ممكن اكونفجره مرة واحده بالسويتش بورت مود ترانك وها اكونفجر انكابسوليشن بروتوكول او ترانك لنك هو الاتونك يوم شو انترفيس ترانك شو انترفيس سويتش بورت وعرض لعصر شوف الاتونك لدي كلها حاجات مراجعة على حاجات اللي كتفيسي الاتفلان الاتفلان ترافيك ترافيك او ترانك لنك لما بكاريت اكتر من الاتفلان الاتفلان ترافيك بتاعها بياخد تاج على ترانك لنك لكن الاتفلان الترانك لنك طيب الاتفلان الاتفلان راوتر واحد او انترفيس واحد بيربط اكتر من فيلان عن طريق انترفيس واحد طبعا ده شوفناها ازاي اننا بقسمه لأكتر من ساب انترفيس على الانترفيس الرئيسي يدوب باجع الانترفيس الرئيسي و اعمله شتدون و كاري ساب انترفيس و لنك كل ساب انترفيس بالانك و ما تنساش طبعا اللينكة بتاع الوسويتش الواصلة بالروتر ده تعملها و تكون فيجر الانكابسوليشن وتيجي على راوتر تيجي على مين انترفيس الانترفيس الرئيسي تعمله بس تنشه هتدون وتيجي على اوصاب انترفيس تكون فيجر الانكابسوليشن برقم البيلان وتتديله اي بي ادرس اللى هيبه هوا ال جيتوي بتاع البيلان دي الست بي اللي كان بيمنعني اللوب ونفعل الان هو البرتوكول البرتوكول او الستب اللي كان بيمنع الان انطرين هو ببلوك بورت معين هو on by default او امر الشو شو اسبننننج تري على مستوى فيلان معينة او شو انترفيس ترنج البي في اس تي او البير فيلان لو انت عندك اكثر من فيلان استي من الجميل من الباورات وهي ثم يحتجم اه لو في حصل اي تغير في التبوليجي البرتفاست 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 في البرتوكول بيدخل كل البرتز اللي عندي في الستيد باعة الستي بي البرتفاست فدي كلها حاجات الاحسس بورت مفروض ما يخشش في المواضيع دي فانا باجي على الاحسس بورت وباكون فيجره كاكسس كبرتفاست بحيث ان البرت يتنقل عطول من البرتفاست ما يعديش على مراحل مراحل الستي بي اللي هي اللي سننج والليرنج اللي سننج والليرنج اللي سنجد البورتات اللي وصل من سويتشات لبعضها انت تعلموا مع بعض وشوفوا مين اللي يبقى بريج وكده لكن البورت اليوزر موجودش علاقة بالموضوع فانا عشان اتخطر الموضوع ده اجي على بورتات اليوزر زي كلها او كل الاحسس بورت اللي عندي اعملها كبرتفاست بحيث ان انا انقل البورت عطول من البلوكينج لالفروردنج مباشرة تمام ده بيمينيمايز التايم لات اكسس بورت مست ويت فور استي بي تو كونفيرج والبورت اليوزر موجودش داخل بمواضع استي بي اساسا طيب ممكن اكون فيجر بورت رينج او انترفيس معين كبورت فاست بقول له سبانينج تري بورت فاست هو امر واحد بس عاوز كل الانترانكينج بورت اللي عندي مرة واحدة باجي على الجلوب الكنفيجراشن وبقول له سبانينج تري بورت فاست دي فولت طيب شو رننج شو رننج لو انت عاوز تشغل النوع الجديد من الى النوع اللي هو الرس تبي رابط سبانينج تري بورتوكول بأمر واحد سبانينج تري مود رابط بي في اس تي ده بترنو طبعا لازم ترنو على كل سويتش لازم يدعاموا نفس النوع نفس النوع بورتوكول الاس تي بي طيب كل ده لغاية ذواتي احنا ما فيش نتكلم شوائي في حاجات كان في سي سي ان اي تعال بقى نشوف اللير تو سريتس وازاي ان احنا نتصدى لو جاي نتكلم عن هجمات اللان او ايه اللي قد تكسل ممكن تحصل في اللان قبل ما نخش في الحاجات الخاصة بالسويتش وازاي ان اليوزر هيحاول يمثل ان هو سويتش ويحاول ياخد الرول بتاع السويتش تعال نتكلم عموما عموما عن هجمات اللان اغلب هجمات اللان بتتمثل في ان يوزر عاوز يسنف او يتجسس على ترافيك الشبكة اللي هو موجود فيه دي الترجم بتاع يعني اللي ايه معانيه كل هجمات اللي يرتب فعشان يوزر يعمل حاجة زي كده الاول يعمل يعمل كان اليوزر اصلا كده كده بياخد كوبي من الترافيك اللي ماشي على الشبكة ان انت عارف ان الهب كان شغال بنظام ان هو بيستقبل باكت على انترفيس ويبعتها على كل الانترفيس اللي عنده فكان ساعتها اليوزر بس مجرد ان هو بيرن عنده اي برنامج من برامج السنفنج او من برامج التصنص زي الوارشارك او الاتر كاب دي كلها برامج كان بتحط كارت النتورك بتاعي في حاجة اسمها البراموسكس مود يعني كارت الشبكة يبدأ ايه قبل ترافيك مش بتاعه المفروض كارت الشبكة لما انه ترافيك جاي دستنيشان ماك او دستنيشان ايب مش بتاعه ومفروض ان الجهاز كان بيرفوضه لا البرنامج ده كان بيخل البرامج دي او لسه استيل طبعا انها شغيرة بنفس الميكانيزم بتخلي السيستم يقبل داتا مش بتاعته ويبدأ يعمل لها تحليل ويبدأ يراه كانت الامور ماشية كويس مع ظهور السويتش بدأت الامور تختلف ما عادش نظام ان الباكت اللي جاي على انترفيس بتروح لكل انترفيس ده بالعكس ده السويتش باب يفتبع طبعا بيتعلم المكان ويبني الكام تابل ويبدأ الترافيك اللي جاي من بورت يتعمله فيرشوال سيركيت ويروح للبورت اللي هو رايحله بالزبط كده اصبح جهاز الهاكر اللي هو معه مع الشبهة مش شاف اي حاج فبدأت الحيل اللي يعملها جهاز الهاكر ان هو يحاول يشوف الترافيك ده ايه كانت محاولاته؟ كانت محاولاته كتيرة جدا كده اولها ان هو يحاول يحاول السويتش الهاب او يخليه شاب بمفهوم الهاب طب ازاي يخليه اعمل حاجة زي كده وأنته كانت طابلة هو عندي مثلا أو نعم عندي واصل عليه مجموعة من الـ كل جهاز له نيجز معين معين مجرد ما بعط أول فالسويتش لقط الماك ادرس بتاعه وسجله عنده في الكام تيبر طبعا الجهازين دول لو فيه كونيكشن هيتم بينهم السويتش هستقبل الباكت من هنا يشوف السورس ماك بتاعها في الكام تيبر ولا اذا ما كانش بيسجله وعند كده يبص على دستي نيشن يلاقيه هو الجهاز ده فياخد الباكت الفريم من هنا يبعتها هنا لو هنا فيه جهاز هنا الهكر هنا مش هشوف اي حاجة من الترافك ده طيب هو دلوقتي عاوز يشوف الترافك ده هيعمل ايه اول حاجة يعمل حاجة اسمها الماك فلو دي ان هو يحاول يحاول السويتش ده لهب ازاي السويتش الكم تيبر هو هو الرغم passionate Luigi house الجدول فيه كل ماكو البرت اللي واصل بيه كان مسجل ان الجهاز ده با الماك ادرس كزا مسجل على البرت ده و الجهاز ده مسجل على البرت ده يبدد الجهاز ده جهاز الهكر ليعمل ايه يبعد باكت الكتيرة جدا بفيك ماك ادرس بفيك سورس ماك بحيس يخلي السويتش يفضل يكتب يكتب انترس في الكام تيبل لحد طبعا كله مسجينة على نفس البرتل هو جاي منه لحد ما الكام تيبل زي ما قلنا انه له له ليميت معين يبدأ الكام تيبل يتميلي فيبدأ السويتش يضيف قيم جديدة وهمية ويحزي في القيم الاصلية اللي كانت موجودة قبل كده اللي هي الاجهزة دي فاصبح الجهازين دول معدوش موجودين اصلا في الكام تيبل فيما لما يجي واحد من ده يجي الجهاز ده يكلم الجهاز ده تاني ويبعت destination ماك ادرس بتاعه ال destination ماك ادرس بتاعه خاصة حزف من الكام تيبل ان خاصة الكام تيبل اتماله بقيم وهمية فطبعا السويتش يبص في الكام تيبل مش هيلاقي انتري للجهاز ده فيبدأ يبعت الباكت برودكاست على كل الانترفيس وبالتالي اصبح الهكر قدري ياخد صورة او ياخد كوبي من ايه كوبي من الترافيق طيب هنا لو انت فاكر انك خدت حاجة اسمها بورد سيكيوريتي في سيسي ان ايه عشان تلمت الموضوع ده عشان تمنع لي جهاز يبعت اكتر من ماك ادرس عنافس الانترفيس عشان يوقف لي الهجوم ده طيب تعال نشوف بسرعة الهجوم بيتم ازاي لو عندي طبعا فيه تولز كتيرة جدا على الويندوز وعلى انظمة الاختراق المختلفة زي او الكالي لو هنا شوفنا سيستم زي الكالينوكس هتلاين فيه طولز ممكن تعمل الموضوع ده فيه اداة واحدة بس بامر واحد اسمه ماك اوف اداة ماك اوف امر واحد بس زي ما انت شايف عمال يبعت رسائل كتيرة جدا كنترول سي بس يوقف تلاحظين هنا شوف كل باكت او كل فريم بفيك ماك ادرس مختلف لحد ما يملى الكام تيبل بتاع السويتش واب امر واحد بس كتب وزي ما انت شفت كده ملى الكام تيبل بتاع السويتش اصبح السويتش خاص ما عادش مسجل اي قيم من الحقيقي اللي هين موجودة في النتون طبع انت مش معقول انك هتروح تكتب كل ماك ادرس تعمله استاتيك في اللي ايه في السويتش او في الكام تيبل ده كان اول هجوم ممكن تتعرض له اللين او اول حيلة ممكن يعملها الهكر انه هو يسحب ترافيك النتورك او يتعرف على ترافيك النتورك انه هو يحاول السويتش الهب بالطريقة دي طيب خلاص الادمن قفل الموضوع وعمل بورس سيوريتي بقى يجي حاول الانتروفيسي تقفل فخلاص ما عادش بيلجأ للموضوع ده فبدأ يفكر في حيال تانية انه يبدأ يتحيل بها على الجهازين دول عشان يسنف الترافيك اللي بينهم لجأ لموضوع الارب الارب سبوفين ازاي الجهاز ده اولياكم مثلا واخد اي بي رقم سبعة لو مك ادرس معين الجهاز ده اخد اي بي ولياكم اثنين وجهاز الهكر واخد اي بي رقم خمسة لما يحصل اي اتصال بين الاجهزة دي او لما يكون في اي كونيكشن بينهم بيبدأ كل واحد فيهم يريزولف الاي بي بتاع الجهاز التاني ويجيب الماك ادرس بتاعه عن طريق بورتوكول الارب ويجي عنده كده في الارب تابل بتاعه يبدأ يكتب انتري معينة يكتب فيها ان الجهاز الرقم سبعة الماك ادرس بتاعه كذا ليه بيكتب الكلام ده في الماك تابل في الارب تابل وعشان مش كل شوية لما يحصل بيه يقوم مدرس بورتوكول الارب ويشغاله لا هو خلاس لان البرتوكول الارب بقام على البرودكاست فهو كده كده يحاول يقلل كمية شغل البرتوكول ده فلما ييجب الافتر بيضيح عشان مش كل شوية يشغل بورتوكول الارب فهنا الجهاز الرقم اثنين مسجل عنده ان شغل الارب ويجاب ماك بيتاع الجهاز رقم سبعة سجله عنده في الارب تابل كتب ان الجهاز رقم سبعة له ماك ادرس مثلا وليكن مثلا ماك سبعة مثلا ماك سبعة زي ما يكون بقى تمام كذلك الجهاز رقم سبعة مسجل عنده ان الجهاز رقم اثنين بماك ادرس معين طيب ايه فكر بقى الارب بويزننج او الارب سبوفنج ان الجهاز الهاجر هيبدأ يعمل ايه ايه هيبدأ يقنع الطرفين ان هو الطرف التاني يعني ايه يعني يروح للجهاز رقم سبعة يقولوا الاي بي رقم اثنين ده ما تكلموش عن الماك بتاعه لا تكلمو عن طريق الماك بتاعي انا اصبح الجهاز ده رقم سبعة لو عاوز يبعت باكت للجهاز رقم اثنين هيبعت السورس اي بي سبع ودستنشن اي بي اثنين السورس ماك و الماك بتاعه اللي هو ماك سيفن والدستنشن ماك هيكون الماك بتاع الجهاز ده بحيث يخلي السويتش يبعت الترافك على مين على الجهاز ده كذلك نفس القصة هيروح للجهاز رقم اثنين يقول له انت رقم رقم اثنين لو حبيت تكلم الجهاز رقم سبعة مانتكلموش عن الماك بتاعه التكلم عن الك знак خمسة CoBn خليال جهاز ده لما يجي يكلم الجهاز رقم سبعة ده هيبعت باكت بسورس اي بي اثنين اي بي سبعة سورس ماك بتاعه اللي هو ماك اثنين دستدييشا ماك participar من بتاع الجهاز اللي هو جهاز رقم خمسة يوم السو duranteترة sitting وبكده قدر ان الجهاز الهاكر ده ياخد الجهاز الاتنين لانه اقنع الطرفين انه هو الطرف الثاني اللي قال له سبعة ان اتنين ده quelaszئت ماك هي و هو اقنع القاملة Simone من وهو بيعمل коمند معاني بابريدج بالتنين عشان برض يوصلهم ببعض هم مش مش حاسين في مشكلة. وكده يقدر ان هو يسلف الترافيك بين الجهازين ده. طيب سريعا كده تعال نشوف تطبيق الموضوع ده. لو جدا شفنا هنا الجهاز ده الجهاز الاجس بي ده وده جهاز ويندو سيفن. لو شفنا كده. اقول بس ارب داش ايه شوف الارب تابل. هو شايف عنده ان الجهاز رقم اثنين. الماك ادرس بتاعه اخره سي سري. مثلا اللي هو رقم اثنين ده. تمام. والجهاز رقم اثنين هو كمان. لو جدا شوفت الارب تابل بتاعه ارب داش ايه. هتلاقيه شايف الجهاز اه هو مش شايف سبعة. طيب بس يبينج عليه كده. بينج على ستين زجو زجو سبعة. كنترول سي وشوف الارب تابل. هتلاقي شايف سبعة بالمك بتاعه اللي هو كام اخره خمسين. كويت. طيب هنا بقى جهاز الحاكل عاوز يقف بينهم. هيستخدم اداة اسمه الارب سبوف. باستخدام الانترفيز بتاعه اللي هو اسر نت. زيرو. اول تارجت. اللي هو ستين. زيرو زيرو. سبعة. والطرفي التاني هيكون اتنين. يعني ايه. يعني هيروح للجهاز. رقم سبعة. يقول له الجهاز رقم اتنين. لو عاوز تكلمه تكلمه بالمك ادرس بتاعي انا. اللي هو اخره كام. اللي هو اللي هو المك ادرس بتاع الجهاز الهكر ده. طب تعال كده نشوف التالي في احتابة جديدة. ايف كونفج. هتلاقي هنا المك بتاع الهكر اخره كام. اخره اف دي. طيب تعال كده ننفذ الكومند دره. سيب 18 غادي عشان يبعث اربعة لطول. انا بس عاوز انسخ الامر ده كده. طبعا هنا المفروض ان هو ترجم بتاعه كان بيكلم سبعة. يعني المفروض ان سبعة دلوقتي. بعد ما كان شايف كده شايف اتنين اخره سي تلاتة. هيبدأ يشوف. بقى شايف اتنين. بعد ما كان شايفه بسي تلاتة بقى شايفك ايه. بالف دي. الف دي اللي هو كان مين. اللي هو كان ده. فكده خلاص. كده الجهاز رقم ساعة مقتنع تماما. ان هو هيكلم الجهاز رقم اتنين. هيبعه تستني شماك كام. الف دي. الفضل ده. ده اللي عليك ده. طيب تعال نعيد الكومند تاني. هدا. بس نقول الاي بيهات. سبعة. يبقى روح لتنين. اللي هو التارجت بتاعي. والتارجت اللي هو رقم اتنين. قل له لو عاوز تكلم سبعة. تكلمه بالماك ادرس بتاعي اللي هو كام. اللي هو اخره. اف دي. شو عليك هنشوف اتنين. نعيد تاني. اربداش ايه. اه. هو شايف ده بس. هو شايف سبعة. طيب سيبول. و لما ديجي نعمل كونكشن هيبان. طيب هل فيه كونكشن بينهم. هل جيتها بينجي من هنا كده بينجي عا ستين زيلو زيلو. سبعة. سبعة و خمسة لتنين بنفس الماك. يعني بعد ما كان شايف خمسة. بعد ما كان شايف سبعة. بالماك بتاعه. نوع اخره خمسين. بقى شايفه بالماك اللي اخره كام. الف دي اللي هو نفس الجهاز كام خمسة. تمام كده اصبح الجهاز اللي اثنين. الجهاز الحاكر ده. وجهاز ويندوز سيفن. اكس بيو سيفن لتنين. شايفين بعض او هيكلموا بعض بالماك بتاع مين. بتاع الجهاز رقم خمسة ده. لكن. هل فيه كونكشن بينهم. بينجي مسلا ستين زيلو زيلو سبين. لا مشايف. فيش اي كونكشن بين. لان كده كده الترافك بتاعهم بيروح لمين. بيروح لجهاز الكالي اللي هو جهاز رقم خمسة ده. هو لسه ما عملش نفسه كبريج بين الاثنين. فيه امر هنا اهو. بيخليه يشتغل كبريج بين الترافين الاثنين. كوبي. بس. كده فعلتنا الابي فرواردنج بين الايه؟ بين الجهاز اندون. يعني كده لو جيت تجرب البنج من هنا. هاتي البنج تشغال. وستيل برضو نوعش. لسه شايفه بالمك ادرس اللي هو اخره ايه؟ اخره اف دي. طبعا كده الترافك بيعد على الجهاز الهكر. ممكن بمنتهى السهولة لو شغل اداة زي ايه تركاب. يقدر يسنف على الترافك. اللي بين الجهاز اندون. اخطر كرت الشبكة اللي هسنف على اللي هو ده. وقول له. تعال اشوف مثلا لو الجهاز ده. بدأ يعمل. تل نت على ستين زيرو زيرو اتنين. هاوزين نفعل تل نت. تعمل. تعمل. التاني كده. تل نت. ليBR me. أدى اللوجين ADMINISTRATOR. وهدى الباسورد. واصل؟ والجهاز التاني اهو. هنا على الجهاز ده هتلاقي هنا اداة ال dedicate اركاب اها. لديه تل نت سيشن على الجهاز ستين زير واثنين على رابورت تلاتة وعشرين وده الباسورد باسورد فهنا قدر يعمل ستيفنج بمنتهى سهولة وده ببساطة موضوع موضوع الارب سبوفنج وهنشوف ازاي هنقدر نوقفه على على السويتش محور الاساسي في حماية اللي انا هيكون كله على الليعب كله على السويتش لان هو اللي شايف بتعلم كله اللي بتحكم فيه فهنا هنقدر نحنا نمنع الموضوع ده عن طريق ونشوف ازاي الموضوع ده بيتم طيب قفلت الموضوع ده يبدأ بعد كده لو انت قفلت الموضوع يبدأ يلجأ لحيلة تانية ايه هي الحيلة التانية الحيلة اللي ممكن يعملها الهاكر تعالى بس نوقف السبوفن كده يبدأ ان هو يحاول ياخد الترافيك بشكل شرعي ازاي يبدأ يعمل نفسه كDHSP سيرفر ويوزع IP هات على النتورك ويدي الجهاز ده IP طبعا اغلب الشباكات دلوقت شغلة بالDHSP فبالتالي هو ممكن يشغل نفسه بسهولة كDHSP سيرفر فيه ادوات كتيرة جدا بتعمل كDHSP ويبدأ يوزع IP هات على النتورك طبعا هيعمل نفسه هو الـ ممكن يعمل نفسه هو الـ ويحط بقى فيك الموقع الفيسبوك يحط اللي هو عاوزه في الـ وانت طبعا بتطلب وتفتح صفحات مزورة وانت مش عارف فهنا ممكن يسيطر على النتورك بالكامل اولا ممكن يحط صفحة او لينكات مزورة ينزل عنده صفحات مزورة ويحط نفسه ك الـ تاني حاجة يعمل نفسه هو الـ بسهولة جدا يعمل نفسه الـ وكل ترافيك الشبكة هيعد من خلاله بس في ساعتها وطبعا هنا دي مشكلة كبيرة ان الـ لما بيجي يطلب IP الـ بيقع بروتكاست بروتكاست هو مش عارف من السيرفر اللي بتديله بتفرقش معاه هتقولي طيب ما الـ نتورك اصلا فيها دي اشي بي سيرفر مثلا او راوتر او دي اشي بي سيرفر بيوزع IP هات الـ هتقولي ما الـ غالي ممكن ياخد من دي اشي بي سيرفر بتاعه وما ياخدش من ده ما هو ده اول خطوة بيلجاء لها ان هو بيعني بيستنفذ الاول IP هات الـ دي اشي بي سيرفر الموجود في النيتورك يعني الـ يبدأ الاول يسحب ايبهات الـ دي اشي بي سيرفر الموجود في النيتورك ده عن طريق هاجمة معروفة اسمها الـ اسمبل دي اشي بي سيرفر مثلا على الجهاز اسمبل دي اشي بي سيرفر مثلا على الجهاز ستين زيرو زيرو اتناشر والملأ بتاعها مثلا الـ خمسين اي بي طبعا الجيتوي هيكون هو نفسه ستين زيرو زيرو انين الـ دي اشي بي سيرفر هيكون برضه هو نفسه وغالي من بيعمل كده الـ نتورك ماسك ماشي وغلو ستارت دي اشي بي دي كده بلقتاني خدمة الـ ايه خدمة الدي اشي بي على الجهاز ده طبعا الجهاز ده لو حاب ياخد اي بي دلوقتي details زي ما انت شايف خد كم خد 12 اول سكوب طبعا زي ما انت شايف دي اشي بي سيرفر ومتدره هو الجيتوي ومتدره كل حاج طيب تعال بقى نشوف لو عندي الجهاز ده حاب يستنفذ الاي بي هات دي خش مسلا على الديس كتوب كده في اداة اسمها الـ دي اشي بي ستار وقلو دي اشي بي دي اشي بي ستار داش اي على الانترفيز اللي هو اسر نت زيرو ابدأ ابعث البرودكاست كتير على الانترفيز ده اطلب فيها اي بي هات لحد ما تستنفذ اي بي هات السيرفر طبعا هنا السيرفر زي ما انت شايف هيقول لك ادى اي بي واحد بس للماك ادرس ده تعال نشوف ده هيستنفذهم ازاي منه بس يدوس على الامر ده زي ما انت شايف بلا ياسحب الاي بي هات ستين سعين مية زي ما انت شايف لحد ما هنا طبعا ده يقول لك عملات دي اي بي هات كلها فكه هي لحد ما خلص الاي بي هات منه تمام؟ ويبدأ بعد كده هو شغل نفسه كDHSP سيرفر ببرنامج زي انت شوفته ده او ممكن طعم فيه برامج كتيرة هنا على ال على الكالي نفسه underwater cancelled ويقيمه رتPS اقدرت ال ناتورك واجيجرها في ال الامن قراءت اللي عندك فيه ممكن تحددلو لايه العمل ناتورك ويبدأ يوزع عبازات او ممكن تستخدم هات على الويندوز زي الايه كما نرى تمام طيب stop dhcb ده كان ثاني حاجة ممكن يلجأ ليها الهاكر طيب برضو هنجي على السويتش هنقدر نمنع الموضوع عن طريق ان انا بحدد انترفيس معين بس في السويتش هو الترستد بورت او الانترفيس اللي ممكن يوزع عيبهات واي انترفيس تاني يحاول يوزع عيبهات هيتقفل الانترفيس طيب كانت اخر حيلة ان هو يبدأ اصلا يسرق المكات يعني خلاص اخر حيلة عنده ان هو هيبدأ يغير اصلا في المك ادرس بتاعه لماك ادرس بتاع الجهاز تاني يعني هنا جهاز الهكر طبعا انت تعرف ان المك ادرس ما تغيرش لكن هو الوجيكا الممكن يتغير ممكن فيه توزو يتغير في الايه؟ ممكن يتغير في المك ادرس وبالتالي عند الجهاز الهكر هنا لو هو عاوز اخير اخير بتاع الجهاز رقم 7 هيبدأ يغير اصلا في المك ادرس بتاع كارت الشبكة بتاعه بحيس يخليه مطابق المك ادرس بتاعه 7 وساعتها السويتش هيفتكري ان الجهاز رقم 7 وساعتها يقدر يسنف او ياخد الترافيك بتاع مين بتاع الجهاز الرقم 7 التولز اللي بتغير كده فيه عندك تولز جوه الوندوز فيه تولز ممكن تنزلها لو جان هنا عكرت النيتورك كده. اه properties configure في advanced هتلاع عندك في النيتورك ادرس هنا ممكن تحط هنا ايه قيمة الماك ادرس الجديد بتاعك مسلا واحد واحد اثنين اثنين اقول اوكي كده كم. هيبدأ راستر الانترفيس ويفتحه لك بالايه بالماك ادرس الجديد او ممكن على نفس القصة وفيه اه tools ممكن تنزلها هنا اداة زي الماك مثلا او الماك او الماك ادرس الجديد ادوات بتستطبها ممكن تغير لك الماك ادرس الجديد هذا. ياتي الازر ياتي الازر هنا بختار كارت النيتروك بتاع اللي عاوز اغير الماك ادرس بتاعه هنا ممكن احدد اكتب هنا ماك ادرس اقول رانضم ماك هنا هو اختار الماك اوه ممكن رانضم رانضم اغير براتك في الماكات اقوله تشينجي ناو يبدأ هيدس في الانترفيز واشا اقولك بالماك الجديد اللي اخره سابعة ستة بدل اهو هنا ايه يتغير الماك ادرس بتاعه تمام ممكن ترسترور الوريجن ترجعه تاني فهنا دي طول بسيطة جدا على الويندوز بالنسبة للينوكس او الباك تراك في عندك اداء اسمه مك اتشينجر هي بس الاول تطفل انترفيز هقول له ايفو كونفيج انترفيز اثر نيت زيرو خلهولي داون واقول له مك اتشينجر ممكن اخليه رانضم اه على انترفيز اثر نيت زيرو او ممكن احدد له داش داش مك ادرس وحدد من الماك بنفسي هو انا قال لي دا الماك ادرس اللي عادي بتاعك وده اللي هو النيو ماك تمام وارجع الانترفيز تاني اب هتلاقي بالمك الجديد اللي هو اخره زيرو سي ازا انت شايف تلاقي ايه كانت غيرت الماك ادرس على الويندوز وعلى الكلمة طيب دي طبعا الحاجات اللي ممكن يلجئ اليها الهكر ان هو يسنف ترافيك يوزر معين جوه لا اخر حاجه بقى ان هو ممكن يعمل نفسه كسويتش ان هو يعمل نفسه كسويتش عن طريق ان هو يبدأ يكونفيرت اللينك بين وبين السويتش اللي جانبه كترانك لينك او يبدأ يجوين موضوع يبدأ يبعت رسالة بي بي دي يو با اساس ان هو يمثل كان هو سويتش هو عايز يبقى هو روت بريج طبعا هيقلل البروريتي او ممكن يقلل ماك ادرس بتاعه عشان يكون هو روت بريج وبالتالي يحصل على كل ترافيك النتورك او كل ترافيك الشبكة يعد من خلاله اشهر الطول اللي في الموضوع ده اداس ما هي ارسانية مختصة طيب نشغلها من الطول نفسها بعد دسكتوب باها cd هنا ثانية list ثانية ثانية جي كابتل ثانية ادت ادت وهنا حد البانو الاتاك طبعا هنا يلزمني الا استيبئة اهو ممكن بيجانب هاي اداة يرسانية طيب كدة يعني شوفنا بس خدنا نبزة او فكرة عن الاتاكس اللي ممكن تحصل على مستوى الليرتو من المحاضرة القادية ان شاء الله هنشوف ازاي نبدأ نتعامل مع السويتش او نبدأ نستخدم السويتش في الحماية من كل الاتاكسي دي وازاي نقدر نمنعها عن طريق السويتش طيب كده انا اكتفي كده النهاردة وان شاء الله الحضر الجاف اسرع وقت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته